مرحبا اليوم نشاهد مهاء كاس مصر بين الأهل وطلئع الجيش خمسة معلومات عن مباراة ألن أهل وطلئع الجيش يواجه فريق أله لنظيره طلئع الجيش مع دقات الثامنة مساء اليوم السبت على ستات برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر حيث يحلم المارد الأحمر بالتتويج باللقاب للوصول للثلاثية التاريخية بعد التتويج بالدوري للمرة الخامسة على التوالي ثم الفوز بودوري لبطال الأفريق على حساب الغريم التقليدي الزمالك لأول مرة منذ سبعة سنوات على الجانب الأخر يسعى الطلئع للتتويج بأول بطولة في تاريخه ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن مواجهة الهلا والطلئع الهلا يتفوق ذهاب وإيبا على الطلئع بالدوري انتهت مباراة النسخة الأخيرة من الدوري بين الهلا والطلئع بتفوق المارد الأحمر بثلاثية دون رد ذهابا وإيبا حيث سجل ثلاثية الدوري الأولى جونيورا جاوى عمرو السولية ومحمد مجد قفش فيما سجل ثلاثية الدوري الثاني وليدا سليماء وجيراد وكهربا في اللقاء الذي شهد تسليم درع الدوري للقلعة الحمراء مشوار الهلا في كأس مصر وتأهل الأهلية للمباراة النهائية بكأس مصر بعد أن تجاوزا بني سويف ثلاثة شرط واحد في الدوري الأولى ثم الترسانة اثنان شرط واحد في ثمن نهائي وأبو قيرا للأسمدة بنفس النتيجة في ربوع النهائي بتاريخ واحد وعشرون نوفمبر الماضي ثم تخط عقابة الاتحاد السكنزر بهدفين مقابل هدف مساء الثلاثة الماضة التشكيل المتوقع للأهل أمام طلئع الجيش ويبدو التشكيل المتوقع للأهل أمام الطلئع مكون من محمد الشناوى وعلم علولي وأيمن أشرفي وياسر إبراهيم ومحمد هان وحمد فتح وعمر السولية وجيراد ومجد أفشة وحسين الشحات وصل أحو محسن اليوم الطلئع ينهى استعداداته ويتوجه للإسكندرية لملاقات الأهل بنهاء الكأس يختتم اليوم الجمعة فريق طلئع الجيش بقيادة طارق العشر استعداداته لمواجهة الإهل المقرر لها الثامنة مساء السبت فنهاء كأس مصر على ستات برج العربي بالإسكندرية حيث من المقرر أن يتوجه الفريق للإسكندرية صباحا ثم يخوض ميرانه الختام هناك استعدادا للقاء وتأكدت مواجهة فريق النادي الأهلي لفريق طلئع الجيش في مباراتين الأول بنهاء كأس مصر والمبارات الثانية في السوبر المصري والمقرر إقامتها بين الدورين للدوري الممتاز وتلم يتم تحديد موعدها النهائي بعد كشف مازل مرزوق رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن أن اللائحة الموجودة تتنص على إقامة السوبر المصري بين بطل الدوري وهو الأهلي وبين بطل كأس مصر وفي حالة فوز فريق واحد بالدوري والكأس اللائحة تنص وقتها على مواجهة بطل الدوري لصاحب المركز الثاني لكأس مصر تآهل فريق طلئع الجيش لأول مرة فتاريخه لنهاء كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف حيث تقدم أحمد سميرا للطلئع وأدريكوشي كابل التعادل للفريق الأبيض ثم عاد سمير فالشوطى الإضافة الأول فتسجيل هدف التقدم لفريقه من ركلة جزاء ثم عزز عمروء مرع التقدم للطلئع بتسجيل الهدف الثالث لفريق فالمباراة التأقيمت بينهما مساء الثلاثاء على استاد برج العرب بالإسكندرية فإطار منافسات دور النصف النهاء من بطولة كأس مصر وتعاقد طلئع الجيش فالتعاقد مع تسعة صفقات حتى الآن هم حسين السيدة مرسلو الظهير الأيسر للأهل فصفقة انتقال حر كما تعاقدا مع عمرو مرع مهاجم بيراميتز على سبيل الأهارة لمدة موسم واحد فيما تم تعاقد مع الرباع حرس الحدود المال إبراهيم كونيه صانع الألعاب وحسن مجد الظهير الأيمن والبرتغال توناجا وميز ومصطفى جمال في صفقة انتقال حر بعد هبوط فريقهم لدوري القسم الثاني بجانب تمديد أعارة ناصرا من صمن بيراميتز موسم آخر والتعاقد مع إسلام محارب على سبيل الأعارة موسم من الجونة واستعارة إسلام جمال من الاتحاد السكندر موسمين ورحل عن طلع الجيش سبعة لعبين بعد انتهاء إعارتهم مع الفريق وهم كريم طارق وأحمد داود ومحمد أشر فروقة وكريم ممدوح وكيفين موهير وأبو بكر ديارا بخلاف عمار حمد الذي انتهت إعارته وانتقل لصفوف الاتحاد السكندر على سبيل الأعارة موسمين فيما ثم توجيه الشكر للثلاثي إسلام سري ومحمد جمال بيبو ومحمود سامي وانتقل عاصم صلاء حن وأبو المجد بوشا لفريق البنك أليهل وكان الأهل قد أعار مارسيل للسفاق ستونس في ينايرا الماضى وشارك في ثلاث مباريات قبل أن يفسخ تعقده مع النادى التونس ويعود للقاهرة بسبب جائحة كورونا فيما خاض عمرو أمرع هذا الموسم وعام 25 مباراة مع المقاصة لذا لعبا لهم معارى من بيراميدز ونجح فتسجيلا سبع أهداف وتنقل مرعيا بين عدة أندية خلال مسيرته الكراوية على رأس هواد دجلة والداخلية وإنب والنجمة الساحل التونس وبيراميدز الأهل يبدأ اليوم لاستعداد النهاء الكأس أمام طلئع الجيش يبدأ فريق الأهلي اليوم الخميس الاستعداد لمباراة طلئع الجيش في نهائي كأس مصر يوم السبت المقبل وهي المباراة تيرفض الأهلي التقليل من شأنها لفارق الإمكانيات والتاريخ لصالح الأحمر ضد الطلئع ويعلم مسؤول القلعة الحمراء أن الطلئع فريق قوي بدليل أنه أطاح بيراميدز والزمالك من بطولة الكأس وهو ما يؤكده دائما مسيمان للاعبيه خلال الفترة الحالية ويخوض الأهلي مران اليوم بعدما حصل أمس على راحة بعد الفوز على الاتحاد السكندرية مساء أمس الأولى الثلاثاء في نصف نهائي الكأس بهدفين لهدف فيما طلق النادي ألن هل يخطب رسميا من الاتحاد لن؟ فريق لكرة القدم كفى يخطره فيه بيقاف حسين الشحة تلاعب الفريق مباراة نتيجة ألن حداث التي جرت عقب انتهاء مباراة النهاي يا دوري أليف بطال أليف فريق يا أليف مام الزمالك في السبعة وعشرون من نوفمبير الماضي وكد كفى في خطابه على أليف نون أليف يقاف حسين الشحة تيسري اعتبارا من بداية النسخة الجديدة لبطولة دوري أليف بطال أليف فريق يا ألفان وعشرون ألفان وواحد وعشرون معا أتا كيدا على أليف حقية اللاعب في المشاركة بشكل طبيعي في مباراة السوبريلاند فريق المقبلة أليف مام فريق نهضة بركاء المغربة وتو جلا هلو يمو خرا بلقى بدوري أليف بطال أليف فريق يا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهاي يا بنتيجة اثنان ناقص واحد وأشاد حسين الشحات بالجنوب أفريقا بيتسو موسيمان المدير الفنال الفريقي قائلا موسيمان فارقا معانا جدا وبيتحدث معانا كلنا وعلاقته مميزة معا جميع اللاعبين ويتحدث معا بشكل دائمين ويمنحنا الدعم والتعليمات أضاف الشحات إن موسيمان يتعامل نفسيا مع اللاعبين بشكل جيد لافتا إلى إنه تحدثا معه بعدما أغدر فرصة محققة أمام مرمز مالك فنهاي دور أبطال أفريقيا وطالبه بالتركيز وعدم التأثر بتلك الفرصة والعمل على تحقيق الفوز واقتناص اللقاب تابع لاعب الأهل قائلا محمد الشنوي دخل زعق بين الشوطين ودخل موسيمان بعده وقال كلام أشنا وكله صح واحد لازم نكسبه واللياهي سجل هدف واحد هو من سيفوز وهو ما تحقق بالفعل وعلق حسين على إمكانية الانتقال لصفوف بيراميتز بسبب الأغراءات المالية قائلا تنازلت عن أكثر من نصف راتب فلعين الإمارات وفيلا وعربية بخلاف الملايين من المكفأة التتنازلت عنها من أجل الانتقال للأهل فكيف أفكر فالرحيلة؟ أضاف أن الانتقال لصفوف الأهل كان بمثابة حلم وتحقق مؤكدا أنه لن يرحل إلا فحالة استغناء الناد عن خدماته قائلا الأهل حلما حياتي منذ الصغري وجية الناد بسبب محمود الخطبي ولتحقيق حلم والتطويج بلقاب أفريقيا وكشاف حسين كواليس انتقاله من العين الإمارات إلى صفوف المارد الأحمر مؤكدا أن الصفقة تمت مقابلا خمسة مليون دولار بما يقرب من ثمانون مليون جنيه لافتا إلى أنه تنازلا عن ملايين لناد العين حتى يحقق حلمه بارتداء قميصا الأهل أضاف أنه تلقى مكلمة من محمود الخطب رئيس مجلس إدارة الناد الأهل وقال له ناقص بيبو ناقص عايزينك فالأهل مؤكدا أنه كان تسعد مكلمة تلقاها وبعدها بذل قصار جهده من أجل الانضمام للأهل وتحدث لاعب المارد الأحمر عن بداياته مع كرة القدم مؤكدا أن ناد الشرقية للدخان كان بوابته للنجومية وعشرون ألف جنيه كانت قيمة تعاقد مع الشرقية لافتا إلى أنه عملا فالعديد من المجالات قبل الوصول لتلك النجومية مثل العمل فسنترال وبنزينة وعملا ألوميتال ترجمة نانسي قنقر